اشتركوا في القناة الشقيقة فهي في الحقيقة يعني علاقات تاريخية علاقات متجدرة وهي واحدة من اعمق واقدم العلاقات في منطقتنا منطقة الخليج العربي على الرغم يعني من ان هذه العلاقة اخذت الطابع الرسمي لها في عام 1971 لكن جذورها تمتد في الحقيقة الى مئات سنين حيث ونيت على اساس قوي وصلب من القيم والتقارب الثقافي والجغرافي بين البلدين طبعا هاي العلاقة لم تصل ولن تصل الى هذا المستوى اليوم من التقدم والتفاهمات المشتركة في عدد من الملفات المختلفة الا من خلال قيادة حكيمة في ذلك الوقت ارسد عامها الاخور لبن الله شيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه واخيه شيخ عيسى بن سلمان الخنيفة رحمه الله حيث اصبحت اليوم هاي العلاقة نموذج من النماذج التي يحتذى فيها عند الحديث عن التعاون والتنسيق المشترك وايضا التكامل الخليجي اذا سيد احمد برأيك كيف تصف التوافقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين نعم بالنسبة للتوافقات بين البلدين في الحقيقة يعني عند رصد لقاءات القادة بين البلدين خلال السنة الحالية نجد بانها تجاوزت 11 زيارة يعني على مستوى القادة هذا ما يذكر في المنصات الاعلامية وبالتأكيد هناك زيارات اكثر يعني وجود هذه اللقاءات بمعدل زيارة واحدة في كل شهر هذه دلالة واضحة بان هناك تنسيق مشترك وهناك تفاهمات عديدة وهناك علاقة شخصية بين دولة الامارات ومملكة البحرين على مستوى القيادة ايضا ضمن اطار التنسيق المشترك بين البلدين هناك لجنة عليا مشتركة بين البلدين تأسست في عام 2000 طبعا هاي اللجنة هدفها ان يكون هناك نوع من التنسيق المشترك والدائم والمستمر في ما بين البلدين في عدد من الملفات المختلفة في الاسبوع الماضي كان هناك اجتماع للجنة المشتركة اعتقد رقم 12 هذا الاجتماع جاء يعني ليناقش عدد من الفات المختلفة مثل ملف السياحة وطيران المدني وتدريب الكفاءة الحكومية وعدد من الفات الأخرى والتي كانت برئاسة وزيري الخارجية من كل البلدين بالتأكيد يعني ان هذه اللجان تعكس التنسيق الدايم والمشترك في المجالات المتنوعة وايضا تعكس العلاقة القوية فيما بين البلدين والأخوية والشخصية والتي نراها تتجسد في تصريحات القيادة ايضا عندما يقول سيدي صاحب السلس الشيخ محمد بن زايد أن هيان حفظه الله أن العلاقات الأخوية بين الأشقاء هي عملة القوة فإن القيادة الحكيمة في كل البلدين تعمل بلا كلل على جعل هذه العلاقة نموذج في التأخي والعمل الجماعي المثمر نعم إذن نتحدث عن نظرتك يعني نظرتك لمستقبل العلاقات بين البلدين يعني بالتأكيد أن مستقبل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة ومستقبل مشرق يعني باعتبار أن هذه العلاقة يعني بنيت على أساس صلب من التفاهمات ونجد ذلك يعني في كثير من الدلالات التي تثبت ذلك يعني إذا ما تحدثنا عن المجالات المختلفة نبدأ بالمجال السياسي نجد بأن هناك تنسيق مشترك هناك مواقف متشابهة في تعمل قضايا العربية هناك أيضا يعني توجه نحو تعزيز قيم التسامح والحوار من قبل البلدين أيضا هناك تعاون فاعل ضمن إطار مجلس تعاون الخليجي وكذلك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أيضا وصولا إلى الأمم المتحدة على المستوى الاقتصادي نجد بأن التبادل التجاري بين البلدين غير النفطي في تنامي مستمر بين البلدين يعني في عام 2010 خلال فترة من عام 2010 إلى عام 2022 حجم التبادل التجاري غير النفطي وصل إلى نحو 230 مليار درهم يعني ارتفع من 9 مليار درهم في عام 2010 إلى نحو 26 مليار درهم في 2022 كما أن بيئة الاستثمار أيضا في مملكة البحرين هي جاذبة للشركات من دولة الإمارات الإمارات اليوم تساهم بمنسبتها 10% من الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين الشقيقة يعني بمجموع تقريبا 43 مليار دولار في عام 2023 هناك تسهيلات بالتأكيد للشركات البحرينية للعمل والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما تحدثنا على القطاع البحثي هناك زيارة متبادلة هناك تنسيق دائم ومشترك في عدد من الفعاليات المشتركة يعني من قبل الباحثين وحضورهم الفاعل في عدد من الملفات والفعاليات المشتركة وصولا طبعا إلى مستوى الآخر من التنسيق المشترك اليوم أيضا فيما يتعلق بخطاع الفضاء نجد بأن هناك تعاون مشترك بين البلدين يعني من خلال أطلاق قمر إصطناعي مشترك أطلق عليه السن ضوء واحد في عام 2021 هذه الأمور جميعها تؤكد بأن مستقبل العلاقة بين البلدين وصلت إلى يعني مساحات جديدة ومتطورة وهناك توجهات دائما نحو الأمام مواكبة لتطورات على المستوى العالمي فمستقبل العلاقة هو مستقبل مشرق في عدد من المجالات المختلفة بين البلدين الآن